أزمة غذائية إضافية قادمة هذا ما يشير إليه إعلان البرنامج العالمي للأغذية تقليص مساعداته الغذائية في اليمن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قال في بيان له إن المساعدات الأممية المقدمة لليمن ستتقلص إلى النصف ابتداء من نهاية أبريل الجاري حيث ستقدم المعونات الغذائية على أشهر متناوبة بدلا من كونها شهرية منتظمة وفق البرنامج فإن مسار تنظيم المساعدات القادمة سيقسم المناطق المستهدفة إلى مجموعتين يقع نحو أكثر من 80% منها تحت نطاق سلطة الحثين لماذا تقلص الأمم المتحدة مساعداتها لليمن خصوصا في ظل الظروف الراهينة والصعبة وفق البرنامج العالمي فإن عمليات الأغذية تواجه نقصا حادا في التمويل بسبب العمل في بيئة بالغة الصعوبة في مناطق سلطات الحثين لهذا السبب فإن الأغذية العالمي لم يعد أمامه سوى خيار تقليص مساعداته تفاديا لعدم توقفها نهائيا في المستقبل وكانت لغة المنظمة الدولية واضحة في تحميل ميليشيا الحوث المسؤولية حيث دعت ما أسمتها بالسلطات في صنعاه إلى احترام الاتفاقات وتطبيق تدابير الثقة لاستيناف التمويل الغذائي اللازم ياتي إعلان برنامج الأغذية تقليص مساعداته بعد خلافات حادة مع ميليشيا الحوثي حول آلية توزيع المساعدات وقد اتهم البرنامج في وقت سابق الحوثي بسرقة المساعدات من أفواه الجوعة بينما اتهم الحوثي البرنامج بالفساد لكن المؤكد أن تقليص المساعدات الدولية سيضع أسرا يمنية جديدة تحت رحمة الفقر وذل الخذلان